رموز السيادة الوطنية تدل على سيادة الوطن واستقلاله واحترامه من الدول الأخرى تتمثل رموز السيادة الوطنية في العالم والذي يعد من مكاسب ثورة نوفمبر 1954 ميلادي ويتكون من قسمين الأول أخضر والآخر أبيض يتوسطهما نجمة وهلال أحمر اللون بالإضافة إلى النشيد الوطني وهو قسما والذي ألفه الشاعر مفد زكريا والعاصمة وهي مدينة الجزائر والعملة وتعرف بالدينار الجزائري وخاتم الدولة وشعاره الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذي هو من تصميم محمد بوزيد ومن واجب احترام الدولة وعدم إهانتها أو تزوير عملتها على كل مواطن المحافظة على رموز السيادة الوطنية والاعتزاز بوطنه شكرا 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 شكرا